زميلنا خالد الشعبي ايضاً التقى بعدد من الفنانين اللي كتواجدوا في حفل الختام سووا الحقيقة أوبريت وأغاني وحفلة كبيرة كانت في الدرعية مع ختام أول دورة ألعاب أولمبية رياضية سعودية أنا جداً زي ما قلت لك سعيد جداً وتشرفت أني أكون في هذا الحدث المهم ويعني إن شاء الله بإذن الله في المستقبل يكون في مثل هذه الاحتفاليات وأكثر ونسعد الناس باللي نقدر عليها لا المنتخب السعودي يعني الشباب اللي موجودين فيهم الخير والبركة منتخب يعني احتراء محترفين على مستوى عالي أنا توقعاتي إن شاء الله لكاس العالم هذا رح يكون فيه يعني أداء مشرف وأداء رح نسعد فيه كثير 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 من خلال الشباب عندنا في المنتخب عسى الله يوفقهم يا رب فمنتخبنا لعبوا زي ما عودنا اللعب جماعي في روح حلوة بين الشباب فأكيد لما يلعبون على قلب واحد أنه راح يعني لا ميسي ولا ليفاندوسكي ولا أي أحد راح يقدر يفوز علينا وعسى الله يوفقهم إن شاء الله يرى السيد وليد الفراج دائما يعني أسطوري في برنامج ويعني أكشن مع وليد يعني برنامج إذا ما كان المفضل عندنا كسعوديين لأنه يهتم في أدق التفاصيل ويهتم يعني بأهم الأخبار والخفايا فبالعكس يعني عسى الله يوفقكم إن شاء الله وأنا من المتابعين لبرنامجكم وإن شاء الله يارب يكون في لقاء أو تعاون يجمعنا بس ما أدري كيف لكن أنا إن شاء الله يارب أنه يحصل هذا التعاون وتعاون معكم لأنه أكيد يعني شرف كبير أني أكون مع قامة زي أستاذ وليد الفراج أنا شاركت